مرحبا يا داد مرحبا يا داد أهلي أنا آسف مشامت وصال مبارئ ما كنت عرفان أنه سيزعجك هي الدرجة ما في مشكلة حصل خير بس أنا كنت حابة فهمك أنه من ناحيتي ما في أي شيء أبدا هاي بعرف بعرف بس إذا ألت لك ما رح تصدي مو أنا اللي تصلت شلون يعني مو أنت ش بدك تنكي لا ما بدي ينكور ما رح تصدقني ما رح تصدقني أنا كنت عم نفذ أوامر شخص تاني إيدي لحالة مدت على سماعة التليفون وإيدي لحالة ضربية الرقم وهذا كلياته باللاواعي أنت دارسة عم نفذ وبتعرفي شو يعني لاواعي أعرف والثاني لحاله حكم كمان باللاواعي دخليك؟ شرومت فسر هاي الظاهرة الظاهرة إنه واحد ما بده يشتغل شغلي بيعرف أنه غليظة وفاشلة بتقوم قوي خارج عن إرادته بتخليه يشتغلى غصبنا عنه انفصام بالشخصية بلنا انفصام تعرفي شو؟ أصلا من زمانك تحاس حالي أنه منفصن اثنين ها مو واحد كونك قدم نفس لازم تساعدين بشو؟ بدي ارتكب جريمة قتل وما إلي غيرك ومين بدك تقتل بقى؟ بدي قتل التاني يلي هالتني ومين التاني؟ أنا تاني بس يعني مو أنا الحقيقي تاني أوليش بك تخلص منه؟ لا تزعلي بس عيشك الأخ ما عاد خلاني نام أنا بجي بدي نام هو بظله صحيان وما في علسانه غير ويداد 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 ما بتحبك لا تفكر فيها بيلي بس أنت تبطل تفكر فيها أنا أبطل تفكر فيها ليش أنت كمان نفس الشيء؟ أنا أكتر منه بكتير بس عزت نفسي منعاني ما عم تسمح لي أما هو ما عنده كرامي بنوب ما بشوفي غير رفع التليفون وقلو بك يا بني آدم عيبة عليك يا بني آدم استحي عبس عبس يا حبيبي عبس عبس قصي شو رأيك تغير الموضوع؟ ايه على راسي تشرب يقهوة؟ بشرب عادل اتنين قهوة لو سمحت اتنين قهوة يا طبوش لو ما في ميول ناحيتي كانت قالت ما بشرب أو قامت راحت بس في ميول موسيقى 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 اهلاي انا عصف تأخير عليك لكم موسيقى موسيقى اشرب لأخوة بعدين انا اخسفين يلا باي باي ايه ما في ميول بنوب ليش ما اجويت لعب الرضانة لك ايش بدي روح اعمل عن ترقار بل ليب ما في هنيه غير ضق الحناك والعلاق المصدي ايه بشو عمتعملهم؟ عمتخترع علي القمبلة زرية؟ عمفكر بشو عمتفكر؟ بالمستقبل انت مبارح حكيت كلمة شغلتلي الكمبيوتر تبع مخي كلمة ايش؟ لما حكيتك عن الجواز قلتلي بركة عشنا ميت سنة ايه كلمة حكيناها بلحظة تجلي ايه نساها يا سيدي برح نعيش ميت سنة لك مو ضروري نعيش ميت سنة خلينا نعيش عشرين خمسة عشر عشرة اللازي منو يلي مكتبلنا خلينا خمسة سنين بس لازم نفكر فيو بشو بنا نفكر؟ معقولك اليوم نقضيه على نفس المنوان من البيت لدكاية رضا ومن دكاية رضا للبيت ايه شو فيه مرانة؟ هلا مع عاشك التقاعدي ها بيكفيك هلا معني كفيك؟ ما عني كفيني بس مو هدا الي هاممني انا شو اللي هامك لك؟ لازم نحس انه قلنا فاعلية بيه الحياة الانسان يلي ما له فعل ما له وجود والانسان يلي ما له وجود ما احدا بيحس فيه دقلاق؟ فعل ايش؟ فعل مضارع لازم نشغل حالنا بشي بدال ما نقعد نستنى على ازرائيل متل ما كنا نستنى التقاعه انا بدي هاتي لقيت شغل شغل شو؟ بدي جنن على سعاد هاته التلفون لقلك اتفو اتفو بدي عقلك كبر عقلك ابو سليم لا تعمل متل الولاد صغار لك شو عمل؟ دور على شغل ايه انا صح اللي شغلة ما اشتغلتك؟ بدك تدور انت عالشغل الشغل ما بيجي لعنده يا عيني طبيبا يداوي الناس وهو عليله ايه ما تطلع حضرتك وتدور على شغل؟ طالع مين اللك مالي طالع لو اجيت بعد خمس دقايق ما كنت لقيتني ايه روح البس اواعيك روح ولا تحط بحجة فيني ايه وانت وين بدك تروح؟ بدور معك لقيت شغل بيشتغل ماشي يلا موسيقى فريد؟ شوفي لك. دعاً ترقود 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 دك 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 رقودة إن شاء الله ما تكون كنتك شافتنا أنا كتشيك إن شاء الله ما تكون كنتك شافتنا أولا كتشيك بدي خمية الجن إن شاء الله تكون فجتة طالعاك مشي يا الله موسيقى وعندما ترجل من الباس واللعبة تحت إبطي الأيسر كان يرى الفرحة العارمة التي تغمر وجه طفلته عندما يسلمها اللعبة وكان كذلك يتخيل كيف يقطر السرور من عيني زوجته عندما يقدم لها الثوب الأحمر الموجود في الكيس الكيس الذي يحمله بيده اليمنى صعد الدرج وعندما وصل إلى باب شقته في الطابق الرابع على اليمين دس في جيبه الأيمن لكي يخرج المفتاح وعندما لم يجد في جيبه مفتاحاً تذكر أنه ليس عنده بيت وأنه غير متزوج وليس لديه طفلة فوضع الهدايا أمام الباب وانصرف إلى الحديقة العامة حيث كان يبيت ليالي الصيف خلصة القصة؟ إيه الحمد الله لكن الآن بتملت؟ لا تملت بس أنا لحالة من الروح المحاضرة الأولى راحت المحاضرة الأولى وراحت المحاضرة الأولى وراحت المحاضرة الثانية وإن شاء الله ليك الثالثة رايحة على الطريق شو رأيك بلصة؟ ممتازة بك لا دعينا بتقليلي ممتازة عادي بدي أعرف ليش ممتازة هيك ممتازة إحساس داخلي ما له تفسير الحبكة 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 حبكة القصة شلون؟ كمان ممتازة وليد الله يخلي خلينا نمشي شو ممتازة يشي مرة واحدة بس بس مرة واحدة أعطيني رأي نقدي شو بيفهمني بالحبكة أنا؟ سألني سؤال على قدي الله يخليك البطل طبع القصة شلون؟ البطل؟ مصروع هلا هيك فسرتيها؟ لكان شلون دي فسرها؟ وواحد بشتري فسطان لمرته ولعبة لبنته بأول القصة بيقوم شو بيطلع بآخر القصة لا عنده مرة ولا عنده بنت أشو بدي فسرها هاي؟ وراك هذا إنسان مجروح مجروح هم يحلم بأشياء محروم منه مسكين؟ محروم يروح يشتغل لو كان صاح له شغل ما كان قاعد بلا شغل شريحة العاطلين عن العمل موجودة وهدول مع الزمن عم يصيروا بؤساء بؤساء تعرفش يعني بؤساء؟ فيكتور هوغو كتب رواية كاملة اسم البؤساء وبطل قصتي واحد منهم طلوب قهوي ما عندنا لحق المحاضرة الثالثة إن شاء الله لو رحنا بصاروخ طي طيب يلا دي رأيك قصة بس هلا أحدات واحدة تاني لا بلاها الله يخليك الله يوفقك أنا عالمحاضرة بقدر أتأخر بس عالبيت ما بقدي هلا بتمط قصتك للمسا نرجع ناكل بادلة من الكل لا 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 رح أرى لك قصة تاخد العقل هي قصة قف قف جين قصة قصيرة جدا هلا بينما يجب لك فنجان الأهوة ويكون قررت لك يعني شي خمسة سبعة أصص على المقلدية فقط لنشوف عنوان الكلب السلام عليكم مرحبا مع الليل أهلا وعليكم السلام أجار ولا تمتيل لا والله يعني فكري ما بيوتقان ما عندك شي شغلة إلي ولها الشم الشغلة؟ يعني شغلة مثل إيش مثلا حي الله حي الله المهم نشتغل يعني الصراحة أنا لازمي واحد يشتغل عندي ايدبر اتنين ما رح تأجاز عن التاري ايشوا فكريني قاعد على بين واحدوا يا الله زبطه ما بيصير بنا نشتغلنا احنا اتنين يعني إذا بتريد هو يوم أنا يوم سيد إن شاء الله تكونوا عشرة المهم أنا أكتر من راتب واحد بالشهر ما بتفهم نحنا ما بيهمنا المصاري ويضوهم ما يقعد بنا شغل أه شو علي مين رح يبلش اليوم بالشغل؟ أنا أب فريق ومن هلقت ماشي كلمتاك علي أنا اليوم وانت بقرة متل ما بتريد؟ أبو سليم هو أبو سليم أنا أبو فريق شرف أبو سليم على الشغل لك طيب ماذا تقولي شو الشغل حتى داخل إلي عني؟ ما بدش يشغل سهل يفوت جيبها الممسحة من جوا ضلك مسحة على الأرض حتى يصير متل امرأة شوفوا الشاك فيها فريق؟ نعم لا 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 اش فكريني يا فاية عند أبوك اللي عم يضرب جوز عيونها ضرب لقد تعرف لو يا كبر سنك كنت أجلتك تعجيني داول العالم؟ لن يحيوا أبو سليم مهي لك مرأسا ما عديش عاملة لفاية هلو بقايش لحواعين داخلية وإنها خدوا غسلوهم؟ شو بتريد شغل كلك هالمعالمين بالمحال؟ لا يعني فكري أنا ما بدك حدا يضطر لك المحل بغيابة شو رأيك وصف عشرة عندي لكل واحد شغله؟ أنا أكتر من واحد ما بشتغل عندي بينطر المحل وبيعمل قهوة وبيمسح على الأرض مثل ما تريد مثل ما تريد طويل بغيابة يلا بسليم يلا بسليم خلصنا تلاتوا أخذنا مع السلامة أنا ضارق بو مفتو عيب عليك أنا أتقابات تقدم عليك أكتب شغل عليك السجد لا يريد أشوية أشعية فيد لحنة الله عليك لك أنا بمين تصبحت اليوم؟ مرحبا مرحبا أهلين إمتاً بدك تبطل تجيب مجلات وجرايات؟ ما حلك تفهم إنه ما حدا رح ينشر لك؟ أمي أنت ليش بتحطيلي ليش؟ بدان ما تشجعيلي على شو بدي شجعك؟ على قلة العقل؟ لا الموهبة مو قلة عقل ومن وين بدك تجيك الموهبة؟ من أبوك يلي تجني داشتك العافية؟ ولا من جدك اللي يفرد شقفة؟ ما بصير تحكي على أبي وجدي بهالطريقة؟ مو حول بحقك عيني أخ عرف بالأول شو عم يعمل جدك وبعدين بتحكي شو عم يعملك؟ شو عم يعملك؟ بيقول تفو بيسكر السماعة أنا بعرف شو معناتها على الحركات؟ الصباح زيت علبة السردين فاضية من برات البيت علي طيب شو عرفيك إنه جدي؟ بركي مو هو؟ شو ما بعرف صوته أنا؟ عم بحكي عن علبة السردين ليش في غير هالخرفان بيعمل هيك عملة؟ أمي جدي فهمنا ليش مزعوجة منه؟ بابا شو عمي؟ عمل شي؟ أبوك؟ أخ أصلا ما حدا حارقلي قلبي ومنغسلي عيشتي غير أبوك ليش شو عم لك؟ المشكلة إنه ما بقدر إحكي الثاني ما بيطوعني إحكي